تعمل مملكة على بدل كل الجهود من أجل رأب الصدع بين الأشقاء في اليمن وتستمر الرياض وفق توجيهات القيادة في نصرة الشعب اليمني بما يليق بروابط الأخوة والعروبة والجوار مرحبا بسعادة السفير السفير الخادم الحرم من الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد علجابر في البداية ودنا ود أن أسألك فيما يتعلق بتقديم البرنامج لأكثر من 200 مشروع ومبادرة تنموية من أجل اليمن هل افتتح اليمن اليوم صفحة جديدة من أجل التنمية والاستقرار؟ أهلاً فيكم الحقيقة البرنامج منذ منتصف عام 2018 حتى الآن نفذ أكثر من 229 مشروع في عدة مجالات وقطاعات قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع النقل وأيضاً قطاع الزراع والثروس السمكية وقطاع الكهرباء وقطاع المياه وأيضاً دعم بناء القدرات مع الحكومة والسلطات المحلية وكذلك العديد من مشاريع متعلقة بالحكومة وكذلك متعلقة بالبرامج التنموية مشاريع البرنامج بدأت بشكل واضح في تخريج العديد من الطلاب في مجال التعليم سواء الأساسي أو العالي وكذلك في دعم الجانب الصحي للأشقاء في اليمن في العديد من المحافظات اليمنية سواء كانت مأرب أو عدن أو المهرة أو حضرموت أو سقطرة أو كذلك تعز وأيضاً هناك مستشفيين يعملان أحدهما في صعدة مستشفى السلام ومستشفى حجة المحافظات الحدودية مع المملكة والتي لا يزال أن يعملان حتى هذه اللحظة في الاهتمام بالإنسان اليمني وكذلك في مجال النقل من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية هناك دعم لهذه المنافذ وهذه الموانئ مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بما يسمح لها بأن تستقبل سواء كانت الخدمات أو كانت تستقبل الشحن أو الركابة وغيرهم بما يسهل الوصول لليمن وكذلك في مجال ما يتعلق بالكهرباء سواء كانت مشتقات نفطية أو كانت محطات كهرباء أو حطات طاقة شمسية وكذلك أيضاً هناك العديد من المشاريع فيما يتعلق بتعزيز قدرات الحكومة اليمنية في بناء قدراتها في العديد من الأعمال وكذلك السلطات المحلية الحقيقة الكثير من المشاريع لا يمكن عدها في هذا اللقاء السريع لكن نؤكد بأن توجهات القيادة الله يحفظها توجهات مولاي خادم الحرم الشريفين وسيدي سمو سيدي ولي عهد الأمير محمد مستمرة في دعم الأشقاء اليمن في جميع المجالات ولعل آخرها دعم للبنك المركزي اليمني بمليار دولار وكذلك دعم الحكومة اليمنية بمنحة بمليار ومئتين مليون دولار دعماً للحكومة لتقديم الخدمات وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المختلفة في مجال السياسة المالية والسياسة النقدية ونرجو أن يكون ذلك عون الأشقاء في اليمن بالتوجه لتجاه السلام وتجاه التنمية بحول الله نعم أينما حلت المملكة حل الغيث وانهمر وأثمر فهل والملاحظ أيضاً فيما يتعلق بالمشاريع في البرنامج السعودي أن هناك إشراك لرجالات اليمن للحكومة الشرعية لمختلف المحافظات أيضاً هل المقصود بإشراك اليمنيين ورجال أعمالهم والحكومة الشرعية هو أن يقوموا ببناء وطنهم على أكمل وجه وهل هذا من أهداف البرنامج؟ الحقيقة اليمن شعبناً حكومة أصحاب حضارة أصحاب تاريخ ورجال دولة وبناء بالتالي نحن نعمل مع هذا التاريخ وهذه الحضارة في مساعدتهم في بناء القدرات ما يتعلق بناء المؤسسات وغيرها المشاريع الحقيقة ينفذها يمنيون ونعمل مع الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية أقر رحمة الوزراء في البلدين وكذلك العمل مع السلطة المحلية بنفس المستوى من الأداء الهدف كما ذكرت هو مساعدتهم في ظل الظروف الصعبة سواء كان في شح الإرادات أو ما يتعلق بعدم القدرة على تنفيذ المشاريع تساعد الإنسان الشقيقي اليمني وبالتالي نحن نقدم العون من أخي لأخيه وهو واجب علينا من أولئك العربية السعودية كما توجهنا به القيادة الله يحفظها نعم هل المشاريع هذه آتت اثمارها خلال الفترة الماضية؟ ما في شك الله يحفظكم مجال مثلا أضرب بعض الأمثلة هناك مستشفى عدن هناك أكثر من قارة بنحو المية ألف مراجع وأيضا العديد من العمليات القصطرة سواء كانت القلب مفتوح أو القصطرة مباشرة وكذلك أيضا هناك مراكز طبية سواء كانت في سيؤون أو في مهرة أو في سقطرة أو في مأرب وكذلك عديد من المدارس التي بدأت يدرس فيها التعليم وكذلك العديد من الكليات مثل جامعة سبأ في مأرب وكذلك العديد من مشاريع المياه والكهرباء التي تقدم للإنسان المنزل في كل مجالات في الحقيقة هي منذ فترة وهي تثمر وتعطي ثمارها وهي تزيد وهناك حاجة كبيرة في كل محافظات نعمل مع الحكومة اليمنية على المساعدة قدر الإمكان في دعم هذه الاحتياجات وفق الأولويات نعم أعلن المبعوث الأممي هانس كوندنبيرغ عن خارطة طريق لليمن ما هي طبيعة المرحلة؟ وهل يمكن أن نصل إلى سلام شامل في اليمن بين معظم أطيافه ومنكوناته وأحسابه؟ اليمن بلد شقيق تجمعنا فيه الجوار ويجمعنا فيه الأخوة واللغة والعادات والتقاليد ونرجو أن تكون خارط طريق يعني هي التي نهدف لها جميعا أن توصل اليمن إلى السلام إلى الحوار بين الأخوة اليمنين وأيضا إلى التنمية والعمار بحول الله خلال هذا العام والعوام القادمة بحول الله طبيعة المرحلة؟ مرحلة إن شاء الله سلام وتنمية بحول الله الواحد أحد بمن شاء الله للمملكة وقيادتها وشعبها حظوة كبيرة لدى الأشقاء في اليمن هذه الحظوة هل تساعد في وضع التأكيد وترسيق الاستقرار والسلام في اليمن؟ ما في شك العلاقة بين المملكة واليمن علاقة وطيدة علاقة تاريخية علاقة عميقة وبالتالي إن شاء الله أن هذه العلاقات المشتركة وهذه الثقة المشتركة بين البلدين حكومة وشعب أن تؤتي ثمارها إن شاء الله بالفائدة لمصلحة اليمن والأمن والاستقار في المنطقة بحول الله ما طبيعة البرنامج في تنوعة في المشاريع ما بين مالية ما بين دعم النقد ما بين تعليمية في معظم القطاعات الأساسية كما شرحت سابقا لا أحفظكم البرنامج يعمل مع الحكومة اليمنية في عدة قطاعات قطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والزراعة والثروة السمكية والنقل وكذلك دعم الحكومة اليمنية فيما يتعلق بمشاهدها ومبانيها وبناء قدراتها وكذلك ما يتعلق بدعم البنك المركزي ودعم استقارة سعر الريال وكذلك دعم الحكومة اليمنية بالمنح التي تساعدهم في صرف رواتب الموظفين وكذلك تقديم الخدمات للشعب الشقيق في اليمن ماذا ينتظر اليمن في عام 2024؟ كما ذكرت لك الله يحفظك ينتظر اليمن سلام وتنمية بحول الله ترجمة نانسي قنقر